في مكتبك تدخل باركة إلى مكتبك في متجارك تدخل باركة إلى متجارك الناس الآن في المطعم وميشوفوا فينا والله تصلي عن نبي ربي بارك لك في ذلك الطعام ويجعله لك شفاء رك في المقهى أكثر في آتي تحبت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام أدعو الله أن يجعله لك شفاء إن شاء الله اليوم القضية خطيرة وخطيرة جدا الناس يطلبوا نصيحة في موضوع الرشوة موضوع الرشوة واشنه هي رشوة كيف أنديروا مع الرشوة واشقالت شريعة في مسألة الرشوة أما لا نقولها بسرعة الرشوة وشنه هي أولا حاولوا تفهموا وشنه رشوة الرشوة قالك هي دفع المال دفع المال للاستفادة من حق ليس لك تدفع مال بش تدي حق ماشين تحك تدفع مال بش تدي حق غيرك السكنة تعقد دور بعين قد دور هو حطوها للوجناب لهو يدي السكنة الجين تاية تدفع مال كما يقولوا شكارة تدفع مال بش ينحوها لو يعطوها لك هذه رشوة إذن دفعوا المال من أجل حق ليس لك للاستفادة من حق ليس لك ولا هاول معنى التاني أو إعفاءك من واجب عليك تدفع مال بش يعفيوك من واجب عليك واجب عليك حاجة واجب تخلصها مثلا إنسان مثل هو استهلك الكهرباء و لازم يخلص يروح يدفع رشوة بش يعفيوه إذن رشوة تدفع مال بش تدي حق غيرك ولا تدفع مال بش يعفيوك من المسؤولية عليك إنسان ظلم واحد ظلمته راح معاك للمحكمة حكمة المحكمة عليك بللي لازم تخلص أنت واش تدير تروح تحاول تدفع رشوة بش يعفيوك بش ما تخلص إذن هذا من الظلم كأنه الثالث من الرشوة قالها العلماء لا لا ندفع مال للإضرار بالخصم بش نظر الخصم التاعي أنا تاجة وانت تاجة وانا يا الناس ما يشوش علي يا الله غالب السلعة لي مش مليحة ولا أنا ما نعش نستقبل ولا ما نعش نتاجة الصينيين الصينيين يقولوا لي ما يعرفش يحلفهم ما يعرفش يبتاسم ما كان له يحل قاراج إذا ما تعاش حلفهمك ما تعاش تبتاسم ما تعرفش تهدر ما كان له تحل قاراج أنت فهمك ما تعاش تحله كيف تحل قاراج مش ساحل أما لا فهمت كيف ولكن جارك عنده حانوت والناس تقبل عليه يعرف يهدر يعرف يبتاسم يعرف يستلعتاه يعرف يدي السومة بو خالفي بمسلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا والتاجر الأمين كهاتين يوم القيامة تاجر أمين وبو خالفي عندك خلص ما عندك شر يقول لي غدوة وهكذا ما لنت واش تدير تروح تدفع رشوة باش تكسروا باش تأذيه ها تدفع رشوة باش يجوا يعطيه وابدى رائب ولا يغلقولوا ولا يبعدوا عليه ولا لي كان يمولوا يولي ما يمولوش إذن رشوة أشفوا أولا تدفع مال باش تديه حق فولان ولا تدفع مال باش تتخلص من حق عليك ولا تدفع مال باش الضر بالناس وليعوذوا بالله أتصور إنسان يدفع ماله باش يضرك يدفع مال باش يضرك وليعوذوا بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما أنا أحبكم تستألوا على النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بالراشي قبل المرتشي المرتشي لي أكل الرشوة الراشي لي مدها النبي عليه الصلاة والسلام العن الراشي قبل ما العن المرتشي أنت لو كانت جي في عقلك تقول نحن العن المرتشي لا لا النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بالراشي ومن بعد العن المرتشي علاه لأن كثير من الموظفين أفسدهم الناس كائن الموظفين يشتكيوا لي هو ما يكشه رشوة يجي إنسان هو يحبه يوكله رشوة يأفلام نعطيك درهم ودين لي هو يكون غافل يكون يخدم خدمته ولكن لما يصيب لي يعطيله يبدأ يعجبه الحال تحلاله يجي واحد يقول له ما فيها وهاله هاك مليون أخدم لي هذه الصالحة هاك جمعين هم بعد يتعود عليها يتعود عليها والله غير ذيك نرجاني واحد يعني من الجمارك وجب جب 80 مليون قال لي هاك صدقها شدتها وإحنا صدقناها على قال لي هذه رشوة وديتها للناس واني تبت وما عنديش ما نعرفهمش ما نقدش حتى نروح لهم نردلهم دراهمهم إما لا رح تصدقها بارك الله فيها ما شاء الله إما لا أراشي قبل الموتاشي لأن هذاك لي أكل رشوة لو كان ما صبش لي يتفحها لو كان ما صبش لي يوكل ما يرحش يأكل رشوة إذن الرشوة تدفع مال بيش تدي حق فولان هذه رشوة المشكلة الآن المشكلة اللي راوي عنيها الشعب الجزائري هي ماشي تدفع الرشوة بيش تدي حق فولان هذه قعمة تفقين بالإحرام وهذه تقول لك ينموت وما نديرهاش نقطع يدي وما نديرهاش المشكلة أنك خطرات لازم تدفع مال بيش تدي حقك حقك أنت السكنان تاعك مسجل أنت وخطرت حتى أسمك يخرج في القائمة ولكن يجي واحد قابل منصب يقول لك أعطيني إدارة بيش نعطيك حقك معنى تبيع لك حقك هكذا تشري حقك الخدمة حقك من حق الإنسان يخدم ويسيب خدمة ويروح ويقبلوه ولكن في النهاية يقولوا أعطيني إدارة بيش نعطيك هذا كل منصب وهو أهل لذلك المنصب أنت أهل هذا المنصب معنى ترى تشري في حقك المشكلة رايحة هل يجوز للإنسان يشري حقه يشري حقه كان عندنا واحد الإنسان في قهوة سياربي في بيركو هذا المؤسس يعني هو اللي أسس هذا القهوة اللي يرام شدينها الفائق اسمها قهوة سياربي وكان رجل صالح وكان مصلي شوفوا الناس الصالحين كيفاه ورح صلى في جامعة النادي سيقوله صباطه وهذاك الوقت صباطه بيده غالي كما يقوله سيقوله صباطه هذك الاسرقه راح يبيعه في الدلالة واحد شافه يعرفه بلي الصباط الحاج فلان راح يجري له قالوا يا ريال حاجة وصباطك راني شفتوا راوية باع في الدلالة واش قالوا مسكين اعطالوا درهم قالوا هاك روح له قالوا شريهولي روح شريهولي هو صباطه قالوا يا رحي كيف تشري صباطك اينوحو نقب دور ندور نرموه في الحبس قالوا خاف ربي خاف ربي بلك مسكينة مرتو راح تزيد بلك اومريد بلك جيعان بلك حبيقرة قالوا ما تبهدنش شوفوا الناس الصالحين كيف يخموا قالوا ما تبهدنش رحم بابك ملكوش راه حقوش راه شوفوا الناس الصالحين اذا القاضية هنا هل يجوزلك تشري حقك تشري حقك اذا كان تدفع مال حاولوا تفهموا باش ماشي ما تفهمش باش تقول او شيخ قال او شيخ يجوز فرش وا ها والحالة رأي الناس صحيح لا لا افهموا لانها مسألة صعيبة رانا فوق السيارات رانا فوق السيارات تزلق الطيح في جهنم ما لا امشي كما تعسيرك هذي اذا تمد دراهم باش نحي حق فلان وتديه حرام عليك اذا ظرف من الظروف عندك حقك ويجي احد الظلمة واحد من الظلمة يقول لك اعطيني ظلم مشياتك حقك في هذه الحالة هو لي حرام عليها انت ما شي حرام عليك لان واش يسموها هنا ما يسموها شرشوة وانما يسموها اكل اموال الناس بالباطل اكلوا اموال الناس بالباطل الناس وكاين الناس وحد اخرين يأكلوا اموال الناس بالباطل هذا الظالم ممن يأكل اموال الناس بالباطل والقرآن الكريم يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون اذا اذا مد دراهم باش نحي حق فلان حرام عليها وحرام عليها شد عليها إذا حقي ديالي الله أعلم ظلموني حقروني وحيني بقى لك حتي وصلوك تدخل للسجن وانتارك اللي كانت تدفع مال تدي حقك ماشي حق غيرك في هذه الحالة حرام عليه يشد عليك هذاك الظالم حرام عليه هذاك أو يظلم الناس أو يقاطع عليهم اجبت السيف انتاره قال ارى 40 ألف باش خليك الجوز انتاره يقتلك اعطي له 40 ألف ووكل عليها ربي وراوك لا نار جهنم في بطنهم الرشوة كان رشوة سياسية كان رشوة اجتماعية كان رشوة بالمال كان رشوة بالنساء كان رشوة بالمعرفة كان رشوة بالجاه الرشوة تعددت نحكي لكم قصة أغرب من الخيال أغرب وهذه وقعت لي وقعت لي رحت الوحد الجيها باش نقضي مصلحة يسقسيني هذاك الإنسان واش يقول لي بعد ما قتلوا هذا الموضوع حقي وقال لي قل لي قل لي وين يسكن الأمير عبدالقادر أنا تعجب جاوبتك رجل علم قلت له يسكن في معسكر قال لي تمس خربينه أمير عبدالقادر يسكن في معسكر أنا تعجبت قتلوها سبحان الله تشككني في معلوماتي أنا معرف الأمير عبدالقادر يسكن في معسكر وولد في معسكر قال لي لا لا ملا ما أقضى ليش الصالحة ما أقضى يش الصالحة ونشوف ناس واحد أخرين معظ체가 جاء واخرج قضى واقضى الصالحة سخصيته قل له يا أخي علش كيف أنت أقضى لك الصالحة أتاكن أنا ماقة هاليش قل لي خاتش حتى متى عاش الوصول كان يسكن أمير عبدالقادر قل له سبحان الله يا نية يا نية أمير عبدالقادر يسكن داخل عشرين ألف. جبد لي ذاميل. ويا صاحب ذاميل كي تشوفوها فالضوم فيها أمي عبدالقادر الداخل. ما لا أنا كي يقول يسكن في معسكر وما قدع لي صالحتي. وهذاك لي يعطاله عشرين ألف. تسمى هو وترنك يقول لك وين يسكن أمي عبدالقادر. إذا قلت له في معسكر ما يقضي لك صالحتك. إذا جبت له عشرين ألف ذاميل. تسمى أنت تفهم وين يسكن أمي عبدالقادر. يقضي لك الصالحان تاعك. يا عوذ بالله نسأل الله السلامة. باش نقضي على رشوة لابد انديروا قاعدا قولوا لا يوجد مسؤول أكبر من القانون. كذلك انديروا من أين لك هذا. ونعلن ما أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اشتركوا في القناة